السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بنتعقيد. قناة تأسيس بنتعقيد تهتم بتأسيس الطفل في كل المواد. شرح جروب المناهج ونصائح مهارات حياتية. زي ما انت شايفين عنوان الدرس ديسكافور. كلمة ديسكافور معناها اكتشف. هل اللي ده مهم جدا 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 وتسألت على الكتير جدا جدا. هل منهجة ديسكافور مهم? يعني انا لو ما شرحتوش مع ابني هل هيأثر عليه? طبعا هنعرفين منهجة جديد. موجود ديسكافور من اول كي جي وان لعند الصف الخامس الابتدائي او الرابع زي لعند دلوقتي قبل كتب متنزل. ده موجود و همكمل معاهم بعد كده. هل المنهج ده مهم? هل لازم اشتغله مع ابني? هل لازم اجيب مدرس? هل 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 هل? هشرح دلوقتي المنهج ده مهم ولا لانه عمل الاولياء الامور. طبعا الناس كلها بتهتم بالانجلش بالعربي بالماث بالرياضيات بالحساب. ويدخل بعد كده في رابع علوم ودراسات او لكن ببقى اولياء الامور شينهمه. انا سايبه وركنه على ناحية لكن مش عارف اعمل ايه? اشتغله اسيبه. هل انا كده مؤثر في حق ابني? هل انا كده عندي مشكلة? اليكم الحل. بصوا جماعة. المنهج اسمه ايه? ديسكافور المنهج ده او المادة دي بتتدرس في دول برة. ليه? لان طفل برة مدلل شوية عن هنا. تمام? في اوروبا مسلا غير هنا. يعني احنا هنا عندنا الطفل ممكن اشركه في حاجات كتير جدا جدا من صغره. طيب. المنهج دولي وبتدرس هل دي مادة مهمة? مادة مهمة جدا 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 جدا. بس انا هقولك على طريقة كويسة جدا تدرس بيها المادة ديت من غير ما تحمل نفسك فوق طاقتك وما تحملش ابنك فوق طاقتك. طيب. المادة اسمها اكتشف سواء بالعربي او بالانجلش. فهنا بقى اللغز. هل انا لازم ادرسها الابني بالانجلش? ادرسها الابني بالعرب? لا. المادة اسمها اكتشف يعني لازم اخلي الطفل اكتشف. طيب ايه هو بقى اللي هعمله مع ابني? ده غرضه ان الطفل اكتشف الدنيا من حواليه. يعرف اعضاء جسمه. يعرف الشمس. الامر. النجوم. المية. البحار. الانهار. الارض كروية. الارض لونها من فوق اخضر وازرق. اخضر على الاشجار وازرق. ليه البحار والاماكن اللي فيها الماء. طيب الحاجات دي انا في غنى ان انا ادخل ابني في مادة ويزاكرها. عايز تعمل يا عايز تقولي يا مستر انا قاعد انا وابني بتكفرج على الكرتون. تمام? قاعدين انا هو الوحدنا. هقول ابدأ اشرح له جسمه. عندنا حواس خمسة. ده مش مذاكرة. احنا عندنا العين بنعمل بها ايه? بنشوف بها. ده ما نهج فعلا بتاحهم. بس انا هقولك تدرسها ازاي من غير انك ما يحس وما تشيلش همها. بربنا ادينا ادينا خمس حواس. النظر. التزوق. الشم. اللمس. في احساس. تمام? اه السمع. السمع العضو المسؤول عنها الاذن. حاب نسمع بايه? مش ودنا هاي? بنأكل بايه? بيه? بقنا. بنلمس بايه? هقولك بايدي. يقول له لأ بالجلد بتاعنا. تمام? هو مصدر الاحساس. طيب بنشوف بايه? بعينينا. بس ادي درس من دروس اللي اكتشف. طيب انا بيحمل الطفل شوية مهارات. ايه هي المهارات? ان انا انزل السوق اشتري. انزل السوبر ماركت طبعا الطفل الصغير مش هينفع الكلام ده. طيب انا هعمل ايه كوليه امر? انا خلصت صحيت من النوم او ابن صحي. طبعا هو طبعا هيطلع يسمع التلفزيون او الكرتون في الاجهزة. لأ اقول له رتب قطك. رتب قطك ده مش عارف يعدي قطه او مش عارف يزبط السرير بتاعه. انا هساعده او انا مرة مع مرة ابن بعد كده عودته ان هو يقوم من النوم يرتب سريره. يزبط حاجاته. بيلعب باللعب بتاعته وقال له رجحها مكانها تاني. تمام? لو سمحت ام هتلي اشرب. تمام? دي كلها مهارات. ده ده كله ديسكافر. لو سمحت. قم كنت دي اصل للطبق ده. لو سمحت ممكن تغسل المعلقة دي مكانك. لو سمحت ممكن تغسل الكوبة دي مكانك. اخد بالك انا بقول ايه? لو سمحت. وده هندخله دلوقتي في في جزء دلوقتي مهم جدا جدا جدا. ايه هو? انا عايز اعلم ابني حاجة او مهارة معينة. برضو. اعمل ايه? ما تقول لهش قول لو سمحت. ما تقول لهش قول له شكرا. ما تقول لهش قول له عفو. لا لا لا. انت او انت بحكم ان الام هي اكتر حد مرتوط بالطفل. عايز تشربي بسنا. عايز تشربي. قولي لابنك افضلي اسبوع من الجمعة لل ساق للجمعة اللي بعدها. قولي له لو سمحت عايز اشرب. لو سمحت عايز ااكل. لو سمحت. هاتلي. لو سمحت هاتلي. لو سمحت. لو سمحت. اسبوع بالزبط تعالى المرة الجاية هتلاقي امن يطلب منه. هتقول له هيقولك لو سمحت يا مام عادي اشرب. بس خلصنا. الناحية التاني. جاب لك الحاجة جاب لك المية اللي اكل الشرب هتقول له شكرا او جزاك الله خيرا. يا شكرا جزاك الله خيرا. بعد اسبوع اول ما تدي حاجة لابنك هيقول لك شكرا يا ماما. او جزاك الله خيرا. اسمع الكلام عشان ده كله مطبق. بالفعل انا بقولش كلام حشو خلاص. طيب. لو انا عودت ابني فضلت اسبوع طلب مني حاجات. خد بالك انا لازم اكون مرية الابن. طلب مني حاجات فقلت. قال لي ماما عايز اشرب. عايز اكل. فقل له اتفضل. اتفضل. فضلت اسبوع كامل اتفضل. لما ايجي دي لك حاجة هيقولك اتفضل يا ماما. اتفضل يا بابا. اتفضل يا اخوي. تمام? لو قلت له العف او جزاك الله خيرا قلنها. يعني معنى كده ايه? ده كلها ديسكوفر. ديسكوفر. لو فضلت لو جيت واحنا بناكل على الاكل. قلت بسم الله الرحمن. ما بعد كل وجبة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو بعد كل وجبة قلت الحمد لله الذي اطعمنا هذا من غير حول منه. ولا هو هتلاقي ابنك بردد لوحده لوحده. وانت دخلت ينام. وقلت باسمك ربي وضعته جنبه وبك ارفعه. هتلاقي ابنك برد وراك. ده معنى ايه? ده كل ما هو اصلا مش معنى ان انا اكتشف تعليم لا المنهج ده تعليمي واجتماعي وديني. تمام? ومهارات. فانت ده كله هتقول له لابنك اصلا انت قاعدة مع ابنك الاربعة وعشرين ساعة في البيت خاصة في الاجازة. قاعدين بنسمع اه 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 فيلم معين. ممكن يلاقي حد لابس لبس وحش. هبدأ اخش من الجانب الديني. ربنا حرم وما ينفعش. وده غلط. ما ينفعش الشعر. والانسان والراجل لازم يستر نفسه. ما ينفعش حد تاني يشوف جسمنا. لازم يكون فيه خصوصية. وفيه اجزاء معينة. ما ينفعش حد. وما انا بعمله مع بناتي. بنتي رايحة جريد فايف والتانية رايحة جريد ثري. عمري في حياتي ما شرحتي ليهم هو ده يكتشف الدنيا من حواليه. تمام? جبنا كوبات مية وبنشرب ممكن اقول له المية ديت لها تلات حالات او المادة لها تلات حالات. يعني مادة يا بابا? مادة يعني زي المية زي القلم زي الكوباية زي الحجر زي الخشب زي البلاستيك. ممكن لها صلبة زي دي كده. ممكن لها سائلة زي المية دي. ممكن لها غزية زي بخار الماء زي ما بتعمل لي شاي مسلا بخار الماء ده بيطمع. بس ادي مادة كاملة حالات المادة السلسة. جبتها الابن احنا قديم في عادة صفحة. اكيد طبعا دلوقتي كلكم فهمتوا افصد ايه? ان انا افضل اتكلم معايا ووحمله مسئوليات هو ده. الحياة مدرسة. الحياة المنهج جمتاز جدا جدا بس احنا مش مش في ضغط. احنا كعرب او كمصريين اقدر ادخل مهارات بدون دراسة. الدراسة بتبقى مملة. لكن الحاجات دي الطفل مش حاس ان هو في ضغط. هيحس بايه? بمتعة كبيرة جدا 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 جدا. تمام? ربنا اللي خلقنا. وادخل بقى يا ربنا اللي خلقنا وسيدنا ادم وربنا دخل ادم الجنة وطرد وهو وزوجته علشان حصل كزا. الشيطان الشيطان ده رب العدو لنا. انت كده بتدخل كل مهارات الطفل. تمام? بتعلمه مهارات حياتيا. يعني مسلا مسلا هنقول انت واقف في البلاكون. تمام? وفي حد تحت في الشارع بيبيع حاجة او عايز حاجة. ممكن تقفل الولد في البلاكون وخليه ينزل. لو ما كان امان طبعا. تمام? انا بدي له مهارات حياتية ينزل يتعامل مع الناس. مش افضل قفل عليه وقفل عليه وقفل عليه واخد بالك. لازم ابنك يسمع الفاظ وحشة. ولازم يروح مكان وحش مش مكان وحش يعني يسمع حاجات وحشة عشان يجي يسحح له. يعني المعنى ايه? بفضل حابس ابني 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 فهو ابني وانا بتكلم قدامه كويس وبابا بتكلم قدامه كويس. فهو حاس ان احنا عاشي في المجتمع مثالي. ييجي بعد كده يما يكبر في السنوية العامة والاعداد يروح يسمع حاجات دي. فبيكون متشوق متشوق يسمع حاجة وحشة متسوقش في حاجة على تلفون وحشة. لكن لا. تلفون انا اتعمد اجيب له حاجة وحشة. واقول له خد بالك واحد اتنين تلات ربنا حرم حاجات دي وحشة جدا وما ينفعش. وا 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 في حاجة في تليفونات وفي حاجات وحشة وفي الفاظ فبالنسبة له دي حاجات جديدة فهيتعلمها وهيتعود عليها تمام فلازم جماعة ناخد بالنا من حاجات دي هو ده هو ده اكتشف ما تحملش ابنك في قطقته وتجيب الكتاب وتشرح منه لأ زي ما قلت لك طول ما انت قاعد معاه استغلي كل موقف ويعلمه علمه في دينه علمه اجتماعيا ما ينفعش تمدي تمدي رجلك قدام ماما ما دي مهارات ما ده اكتشف ما اكتشف ان ده حرام اكتشف ان ده عيد اكتشف ان ده ما يصحش ما ينفعش اضرب القطة لان ده حرام واجيب له حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم ان سيدة دخلت النار بسبب قطة وراجل دخل الجنة بسبب كلب هو ده المهارات وهي دي تمام ما ينفعش ننفخ في الاكل صحيا لان في بكتيريا والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل في الطعام او النفخ في الطعام هو سخن اسيبوا ما يبرد دي كلها مهارات شايف منظر في تيفيزيون تكلموا ما ينفعش ما ينفعش نقول ما ينفعش نتلفز الكبير ده ازم احترانه اخوك الصغير معلش انت الاكبر لما تقول له انت الاكبر واخواتك بقلدوك انت كاي بتحمله دور القيادة انت بتحمله دور القيادة يعني ابنك اكبر حد وبيعمل حاجة غيرت ما تقول لهش ما تضربش تقول له يا بابا اخواتك بيبصوا عليك انت الكبير لو انت عملت كزا هم هيمشوا وراك دي كلها مهارات جماعة احنا ممكن ينفزها تمام بدون اي تعب للطفل بدون تكليف بدون حاجات كتير جدا جدا انا انا ممكن هتكلم من هنا للصبح ممكن هتكلم من هنا للصبح قاعدين بالليل الامر اقول له اسأله الامر ده ايه رأيك الامر ده بيجي منين طب هو منور ولا مش منور لو هو كبير هيقولك لا مش منور والشمس تيجي علينا واخده في المنهج بتاعه بتاع سنة تانية او البيروني لو هو صغير هتقوله لا الامر ده كوكب ومش بنور الشمس هي اللي بتخبط فيه وتنور لنا النجوم دي بتشعع ضوء انا حرارة الارض كروية تبليه بابا مش وبتدور تبليه بابا تبليه ماما مش بيحس بيها لان ربنا جعل في الارض اوتاد واجعل تمام علشان تمسك الارض دي وبتحرك بصورة سريعة جدا جدا مش حاسس بيها والشمس الارض بتدور حويل نفسها فبيجي ليهلو النهار الشمس اهي والكرة الارضية هي الجزء الجنب الشمس بيكون هنا ده نهار لما تلف الارض بيحصل الجزء اللي وره بيقى قدام واللي قدام وره فبيحصل ليهلو النهار تمام الشمس دي اكبر من الارض مليون مرة واصل اكلمه النجوم ربنا رفع السماء دي من غير عمد سبحانه وتعالى ربنا خلق الدنيا في ستة ايام وبقول ربنا بيقول ما مسنا من لغوب لغوب يعني تعب يعني نصب دايما دخل مقارات انت كده بتفتح دماغ الطفل ما تسيبوش بقى الموبايل والكارتون وايه وايه طول النهار لا 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 خالص احنا مسؤولين عن اولادنا المانه الجديد اه 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 كشف لين حاجات كتير جدا جدا تقصرنا كلنا مع اولادنا ويه اللي مش هيمش بالطريقة دي مع اولاده هيتعب جدا 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 مع ابنه في مستقبل الدكنولوجيا والدنيا وتطور ده لازم ابني يعرف كل حاجة هو صغير متقفلش عليه متقفلش عليه متقفلش عليه متقفلش عليه لازم لازم هو صغير يعرف الوحش والكويس والحلال والحرام والصح والغلط واللي ينفع وما ينفعش وقلش صغير سيب عيش طفولته الزمن اتغير تماما تاني وتالت ورع ما تقصش الوقت اللي انت عايش فيه او طفولتك بطفولة ابنك اطلاقا يا رب تكون قدرت افتكم لو فيه اي سؤال في اي حاجة طب يا مستر اشتغل ديسكافر ولا اه اكيد بعد ان قلته ده كله خلي ابنك مهارات حياتية طول ما انت قاعد معاه غزي غزي فيه ازاي كل واحد بطريقته بقى هتلو نمازج كلمه عن الرسول كلمه اليومين دول كلمه عن وضع ابنك ما تقولوش اهم حاجة ونقطة يازم تتطبقها مش كل ابنك ما يقول ما يحتاج تقول له خد لازم يحس بابا عايز تقول له والله ما معيش لازم يسمع كلمة دي منك يعني ايه هو اصل انت تقول له كل ما يقول لك عايز يقول لك خد 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 ده ده اهم مهارة انا بعلمها له ان احنا دوام الحال من المحال ما ينفعش كل ما يقول لي هات اقول له خد تفضل بابا هتلو انت جاي هت كزا حاضر خد مرة واتنين وثلاثة اقول له ما معيش يعني ما معيش يا بابا يعني ما فيش بابا يعني 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 انا ما معيش اليومين دول يعني حتى لو معاك طبعا كلنا الحمد الله ربنا مستورين بس لازم تقول له كده يعني ايه مش معاك دي يعني ما فيش يعني فيه اوقات اتعد عليك لما تكبر انه ما معكش لازم تمشي نفسك فيها تمام? هيشوف كل يوم في خيرات وفي يوم تمنع ده كله عنده عشان لما يسألوا تقول له ما فيش بابا الله يا ربنا مفيش اليومين دول احنا لازم نمشي ظروفنا كده حتى احنا بقول له لو فيه والخير كتير لازم تطبق المنهك ده معاي مش كل يوم يقول لك عايز خد 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 تيجي في يوم الايام تحاول تشيل منه المهارة دي او الصلاحيات دي يقول لك انت بتهزر ولا ايه? ها دلوقتي حال انت عاودتين على كده فمن صغره من صغره لازم تقول له ممعيش مفيش ما ينفعش مفيش مش جايب خلاص خلص لازم يسمع الكلمة دي من التصغير عشان قل له عرفه ان في ايام كويسة جدا ان يقدر نصرف فيها وفي ايام عندنا ظروف بنشتري حاجة بنعمل حاجة المرتب مش مكفي في اجازة لازم امشي نفسي على الظروف دي لازم دي كلها مهارات الحياتية تغرسها في ابنك من صغره مش لازم تستنى لما يكبر وتسيب اهم مرحلة في حياته مرحلة التأسيس مش تأسيس تعليم بس تأسيس في كل حاجة يا رب اكون قدرت افدكم اشوفكم على خير باذن الله تعالى في فيديوهات تانية لو حد متفق معي احب اسمع اراكم تحت ولو حد باختلف معي برضو احب اسمع اراكم تحت لان انا باخد افكار الفيديوهات بتاعتي من اسئلتكم ومن تعليقاتكم اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته